جهود مكثفة يبذلها المغرب في مجال مكافحة المخدرات وفق مقاربة أمنية تسعى إلى القضاء على كل أشكال الاتجار في المخدرات وتشديد الخناق على شبكات التهريب الدولية خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير 2015 و28 من أبريل 2021 تمكنت مصالح الأمن من معالجة أزيد من 517 ألف قضية تتعلق بجرائم المخدرات تم على إثرها إيقاف أكثر من 650 ألف متورط من بينهم 1770 أجنبيا فضلا عن حجز ما يزيد عن 787 طن من مخدر القنب الهندي بكل أنواعها وستة أطنان من الكوكايين وستة ملايين وحدة من الأقراص المهلوسة واثنين وعشرين كيلوغراما من مخدر الهروين على مستوى الأقاليم الجنوبية تمكنت عناصر الأمن الوطني في غضون السنوات الأخيرة من إحباط مجموعة من عمليات التهريب الدولي للمخدرات عبر حجز مجموعة من الشاحنات والسيارات محملة بكميات مهمة من الحشيش بهدف تهريبها إلى دول الجوار خصوصا موريتانيا والجزائر عبر مسالك سحراوية وعر غير مراقبة من طرف المصالح الأمنية وتشكل هذه العمليات الاستباقية ضربة قوية للشبكات الإجرامية التي تسعى لتحويل المنطقة إلى منصة لتهريب المخدرات نحو الجزائر مرورا عبر مخيمات تندوف ونظراً للأبعاد الدولية لجريمة الاتجار في المخدرات تولي المديرية العامة للأمن الوطني منذ عدة سنوات أهمية قصوى للتعاون الدولي من خلال تبادل المعلومات واستخدام تقنيات الأبحاث الخاصة وكذا تبادل اللقاءات الدراسية والاجتماعات الدولية حول هذه الإشكالية وتعد عمليات تسليم المراقب أهم الوسائل المعتمدة في تعزيز أسس هذا التعاون وفي هذا الإطار تم تسجيل خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى الثامن والعشرين من أبريل 2021 ما مجموعه 29 عملية خصوصاً مع فرنسا بـ 26 عملية وسويسرا بعمليتين وإسبانيا بعملية واحدة عمليات أسفرت عن حجز كميات مهمة تقدر بـ 38 طن و 911 كيلوغراماً من مخدر الشيراء وتفكيك شبكات دولية تنشط في هذا الميدان خصوصاً بين المغرب ودول أوروبية وتوقيف ما مجموعه 84 متورطاً في الاتجار بالمخدرات